لماذا في صورة يوسف لم يقل الله تعالى زوجة العزيز وقال امرأة العزيز هل تقول عن زوجتك امرأتي او زوجتي ام صاحبتي السؤال ما الفرق بين المرأة والزوجة والصاحبة المرأة اذا كانت هناك علاقة جسدية بين الذكر والانثى ولا يوجد بينهما انسجام وتوافق فكري ومحبة تسمى الانثى هنا امرأة اما الزوجة اذا كانت هناك علاقة جسدية ويترافق ذلك مع انسجام فكري وتوافق ومحبة تسمى الانثى هنا بالزوجة قال الله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط ولم يقل زوجة نوح ولا زوجة لوط بسبب الخلاف الايماني بينهما فهما نبيان مؤمنان وانثى كلا منهما غير مؤمنة فسمى الله كلا منهما امرأة وليست زوجة وكذلك قال الله امرأة فرعون لان فرعون لم يؤمن ولكن امرأته امنت فلم يتفق في الايمان فكانت امرأة وليست زوجة بينما ننظر الى مواضع استخدام القرآن الكريم للفظ زوجة قال تعالى في شأن ادم وزوجه وقلنا يا ادم وسكن انت وزوجك الجنة وقال في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وذلك ليدلل الحق جل جلاله على التوافق الفكري والانتجام التام بينه وبينهن ولكن هناك موضوع طريف لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ امرأة على لسان سيدنا زكريا على الرغم من ان هناك توافق فكري وانتجام بينهما يقول الله تعالى وكانت امرأتي عاقرة والسبب في ذلك انه من المحتمل ان يكون هناك خلل ما في علاقة زكريا مع زوجته بسبب موضوع الانجاب فيشكو همه الى الله تعالى واصفا من معه بانها امرأته وليست زوجته ولكن بعد ان رزقه الله ولدا وهو سيدنا يحيا اختلف التعبير القرآني فقال الله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجة فاسمه الله تعالى زوجة وليست امرأة بعد اصطاح خلل عدم الانجاب وفضح الله بيت ابي لهب فقال تعالى وامرأته حمالة الحطب ليدلل القرآن انه لم يكن بينهما انسجام وتوافق اما الصاحبة فيستخدم القرآن الكريم لفظ صاحبة عند انقطاع العلاقة الفكرية والجسدية بين الزوجين لذلك فمعظم مشاهد يوم القيامة استخدم فيها القرآن لفظ صاحبة قال تعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لان العلاقة الجسدية والفكرية انقطعت بينهما بسبب اهوال يوم القيامة وتأكيدا لذلك قال الله تعالى صراحة ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة لماذا لم يقل زوجة او امرأة قال الله تعالى ذلك لينفي اي علاقة جسدية او فكرية مع الطرف الآخر نفيا قاطعا جملة وتفصيلا فسبحان الله الذي انزل هذا الكتاب المعجز والذي قال فيه في صورة الاسراء قل إن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جعلنا الله جميعا ممن يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اي وجعلنا للمتقين اماما